موسيماني بيؤسس لشكل جديد خلال الفترة القادمة الفترة اللي فاتت والفترة القادمة ما بتكلمش عن الأجهزات أنا بتكلم بشكل عام هو عايز يلعب كرة قدم مختلفة ولما حضراتكم سمعته موسيماني وهو بيتكلم من شوية من حوالي أسبوعين ثلاثة اتكلم على إنه هو يحتاج إلى سنتين على الأقل علشان يصل بالفريق للفكر اللي هو عايزه بطريقة اللعب اللي هو عايزها فعشان كده أنا بقول لحضراتكم ما كانش عندي مشكلة في مباراة المريخ على قد ما احنا استقبلنا هدف كل المباراة الأفريقية تقريبا استقبلنا فيها أهداف وبالتالي أنا هيبقى عندي مشكلة في هذا الأمر أو مش هيبقى عندي أنا عندي مشكلة في هذا الأمر أساسا وهي إن احنا كل شوية كنادي أهلي بنستقبل أهداف في البطولات الأفريقية وده ما ينفعش لأن انت 1-0 بقيت 1-1 بقى إحنا وإحنا قاعدين أنا متأكد مليون في المية والله بجد كلنا مش أنا الواحد الأهلوية كلهم متأكدين مليون في المية أنه هنكسب هذه المباراة ولكن في نفس الوقت ما هنقعد متوتر حتى ولو بنسبة قليلة جدا هو ليه أنا بحط نفسي في هذا التوتر فلما تيجي تبص على النواحي الفنية في المباراة لا تقدر تتكلم وحنقول وحنعمل وحنتكلم في هذا الأمر كلام كتير جدا في هذا الموضوع وفي هذه المباراة تحديدا ولكن ما بعد المباراة وليت عدد كبير من على فكرة كل واحد حر عدد كبير من أنه قاد رياضيين ومن الإعلاميين ومن المتابعين لشأن كرة القدم المصرية بيكلم هو ليه بيتسو موسيماني بدي أجازة طويلة 8 يام هو ليه هو ليه هو ليه هو ليه هو ليه طيب ممكن جدا ممكن جدا بالمناسبة يكون الأجازة اللي بيديها دي لأنه أنا عندي عدد كبير من اللاعبين موجود في منتخب مصر وده الكلام اللي احنا قلناه عندي بقية اللاعبين اللي موجودين مصابين يعني لو جينا نتكلم عن سبع لعبين موجودين مع المنتخب الوطني لو جينا نتكلم عن مجموعة كبيرة من اللاعبين عندهم إصابة يعني محمد هني حنعتبره إصابة أو هو بالفعل مش حنعتبره هو مصاب عندك بدر بنون عندك عمار عندك أكرم عندك أدي أربع لعبين بجانب الثمان لعبين والسبع لعبين اللي مع المنتخب أدي أحداشر لعب بجانب اللاعبين اللي حيروحوا من النشئين للمنتخبات النشئين والشباب إذن حتلاقي الفريق بالكامل يعني عدد اللاعبين اللي موجودين قليل جدا وده مش سبب ولكن قد يكون هذا هو الأمر اللي مع بيتسو موسيماني أو اللي بيفكر فيه بيتسو موسيماني وبالمناسبة زي ما قلت لحضراتكم أنا اتكلمت مع بيتسو في هذا الأمر ولكن أنا مش هقول خليه هو إن شاء الله اللي حيطلع ويتكلم مع حضراتكم من خلال شاشة قناة النادل آلي ويقول هذا الأمر إذا كان حينفع يعني الفترة اللي جاية إن شاء الله عشان كده عايز تدي راحة أو عايز تنتقد أداء مدير فني انتقده براحتك أنت حر وعمل اللي انت عايزه كل واحد حر وإحنا تعلمنا أنه في الإعلام اعمل اللي انت عايزه وقول اللي انت عايزه ولكن في نفس الوقت طيب هو عندما يكون هناك سلبيات ليه ما حدش بيتكلم على الإيجابيات ليه ما حدش بيتكلم عن أن هذا الرجل المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسماني راح بالنادي الأهلي للاتجاه للنادي الأهلي دايماً بيمشي فيه بالعكس ودينا كمان أو ودينا لمرتبة قد تكون مهمة جداً كان بيبحث عنها النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة خصوصاً بعد ما مشي ريني فييلر وكان عندنا مباراة في الدول قبل النهائي في البطولة الأفريقية أمام الوداد وكسبت رايح جاي مش هزكر حضراتكم بهذا الأمر اللي كلكم فاكرين الراجل حتى هذا أو حتى التوقيت اللي أنا بتكلم فيه مع حضراتكم تقريباً كل المباريات اللي لعبها هذا الموسم هو لم يخسر أي مباراة باستثناء مباراة بالميرس وبقية المباراة كلها كسب أنا الحقيقة ببقى مستغرب جداً ما عنديش مشكلة للمرة المليونة هو بقول ما عنديش أي مشكلة إن حضراتكم أو أي حد عايز يقول رأي أو ينتقد ينتقد ولكن على الجانب الآخر إذا كان هناك شيء فلازم نقول أيضاً الإيجابيات اللي احنا بتتكلم عنها أو الرجل ده عمل إيه وهو غالباً بعد أربع أو خمس ايام دي مش معلومة ولكن قد يكون توقع يعني هي مش معلومة ولكن قد أو هي توقع إنه بعد أربع أو خمس ايام اللي ما لعبوش وأنا كمان بني وبينكو أنا كلاعب لو أنا بلعب في نادي كبير زي النادي الأهلي ولقيت نفسي هاخد أجهزة ثمانت ايام طيب ما أنا واخد قبل كده يعني بأتمرن بس خلال الفترة لفت ما بلعبش مطشاط وبالتالي طب ما أنا أنزل أتمرن أنزل أتمرن وده اللي بيعمله معظم لعب النادي الأهلي أو اللي بيعمله اللي خايف على نفسه واللي عايز يصل بالنادي الأهلي أو مع النادي الأهلي إلى أماكن أو إلى مكانة مهمة جدا بالنسبة للجمهور لكن المهم يعني إن النادي الأهلي الحمد لله حتى هذه اللحظة ما زال المنافس الأول على كل البطولات وأنا الحقيقة مش عايز أفتح في موضوع بيتسو موسيماني كتير لأن الناس كتيرة بتقول لي أصلا أنت بتقف مع بيتسو موسيماني عشان قناة الأهلي وأنت أولا طبعا ده دوري مش دوري الوحدي دوري القناة بالكامل إن احنا نقف ولكن عندما نتكلم نتكلم في الحق إذا كان هناك سلبيات أكيد فيه سلبيات مليون في المية فيش فرقة في العالم كله ما فيه السلبيات ولكن في نفس الوقت أكيد فيه إيجابيات يا جماعة ما نتكلم في الإيجابيات ما نتكلم ونقول إن حصل واحد اتنين تلات ما نتكلم ونقول إن احنا عندنا لعابين مستوىهم قليل ومع مسلمان مستوىهم مرتفع. نتكلم على ان هناك بعض اللاعبين اللي مستوىهم كان كويس ونزل شوية محتاجين ان احنا نزق معاهم في هذا الامر. وبالتالي كلام كتير جدا ممكن نتكلمه من الناحية الايجابية ومن الناحية السلبية. الحمد لله كمان في نقطة تانية هتكلم فيها من حضراتكم كسبنا المريخ. كسبنا المريخ السوداني يتبقى مباراة الإلال. اللي اتفرج على المباراة بتاعت المريخ يا مباراة صعبة. ولكن دبنا نفوز وكسبنا 3 واحد وكسبنا 3 نقاط. وبنسبة كبيرة جدا ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا في مباراة الهلال. ونصل الى الدور اللي بعد كده. وان شاء الله البطولة معرفش. ربنا يسهلها ان شاء الله وتبقى البطولة رقم 11 في البطولات الافريقية.